السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو انت مكسل تروح الجيم لو انت من حزب الكنبة وقاعد تتفرج على نيت فليكس لو انت وزنك زايد بزيادة لو انت بتعود على المكتب طول النهار لو انت معزوم وبتاكل مش حبه الحل في هذه الحلقة ازاي تقلل السكر بتاعك 25% وانت لسه ما قمتش منع الكورسي بحث رائع هينفع ناس كتير قوي وخصوصا الناس المكسلين وفيه بحث اخر ازاي تحافظ على قلبك وانت داخل الغرفة حلقة خفيفة مهمة جدا اعتقد لازم نشرها لكل عيلتك للاهمية الشديدة وسهولتها على اخر انا كريم علي نتقلل بعض الفاصل استعدوا لقليل من الحركة كثير من المنفعة ودي اول معلومة يعني اثارة انتباه العلماء لقوا اللي بيعمل ساعتين نسبة السكر في الدم تقل خمسة وعشرين في المية خدنا ادوية ولا روحنا الجيم ولا عملنا اي حاجة عملنا بوشب اربعين ضغطة اهلا بيكم انا بحب هذا النوع من الابحاث لانه ما بنشتريش حاجة انا وانا قاعد مكاني حضرتك بستفيل وفيه ناس كتير قوي تحب ابو بلاش ندخل في الموضوع عضلات جسمك بتحوش جلايكوجين اوكي الجلايكوجين ده اللي هو سكر يتحول الجلايكوجين لما بتعمل مجهود تفتح مخازن الجلايكوجين اللي هو السكر المتخبي في العضلة وتصرف منه تمام؟ فبعد ما يخرص الجلايكوجين ده تروح للدم تاكل السكر اللي فيه تمام؟ الابحاث وجدت ان في عضلة في الجسم ما بتحوش جلايكوجين طب لو انا شغلت الحركة دي حضرتك تسحب من السكر والدهون اللي في الدم على طول في ساعتها ودي اول معلومة يعني اثارة انتباه العلماء تاني حاجة العضلة وانحنا في الجم لما الجلايكوجين يخلص تحس بتعب ارهاق فالعضلة اللي مفهاش جلايكوجين ما بتتعبش مهما اشتغلت لان هي بتاخد من السرس الكبير الدم وما فيه من سكريات وما فيه من دهون فالعلماء اكتشفوا ان العضلة دي اسمها السوليس وكل عائلة تفكر تاني لازم تحفظ هذا الاسم خدناها في سنة تانية في الاناتومي عضلة السوليس عارفين السمانة فيها عضلتين كبار اسمهم استحتهم السوليس دي اللي ما بتحوش جلايكوجين وبتسحب من الضم على طول فالعلماء لو ايه لو انت قاعد على مكتب لو انت بتتفرج على التلفزيون لو انت قاعد في عزومة ومحتوطة قدامك بيتزا وحاسس بزن بالتنين اعمل ايه افضل اعمل سوليس بوش اب يعني هحط لكم فيديو على الشاشة يبين لكم ازاي تشد مشت رجلك وترفع السمانة تعد واحد اتنين وتنزل تعد وتطلع تعد واحد اتنين وتنزل طول ما انت قاعد قاعد جنب خطبتك قاعد قدام مديرك قاعد قدام مسلسل ارتغرل وعثمان اي حاجة طول ما انت قاعد الدكاترة لو اول ما تعمل التحليل يبتدي السكر في الدم ينزل ويتحرق على طول التجربة اللي اتعملت اللي قاعد ساعتين طبعا احنا بنقعد ممكن 8 ساعات على الماكل وممكن نقعد 6 ساعات في الشغل ونقعد ساعتين ثلاثة قدام التلفزيون طفا ساعتين مش كتير انت قاعد ما بتعملش اي مغود والعضلة ما بتتعبش هزيبك وامشي اعمل لك اكتر من كده اجا احركها لك انا حضرتك فايه لقوا اللي بيعمل ساعتين نسبة السكر في الدم تقل 25% يا لهو يا دكتور تخيلوا بقى سكرك بينزل بعد اي اكلة وانت قاعد ما بتعملش اي مجهود يذكر ان السوليس بوش اب تنزل سكرك في ساعتين 25% ما وصلتش لساعتين اوكي برضو بينزل 1% اها كلها فايدة او احنا دفعين حاجة فلو سمحتوا دخلوا السوليس بوش اب احفظوا السوليس بوش اب ينزل السكر كويس اوي ويحرق من دهون الدم ويحسن مقاومة الانسولين مع الوقت ويخليك تفقد وزن وانت قاعد مفيش اسهل من كده ده البحث الاول اللي لازم كلنا ندخله طبعا دلوقتي كل عالة فكرة تاني واحنا قاعدين مع بعض نتقابل تلاقي كل الناس مشغلة بوش اب بوش اب بوش اب خلاص يعني هتفضحون المهم الحاجة التانية انت جايب يا دكتور ابحاس من بقى تحت بيري السلم ولا ايه هارفورد نشرت رسالة جي اي ام ايه ودي يعني حاجة معروفة اوه في الطب الجامع قالت ايه عملوا تجربة لمدة عشر سنين على رجالة اصحاء عندهم فوق الاربعين بيشتغلوا في طفقين الحرائق لقوا في العشر سنين اللي بيعمل بوش اب ضغط اربعين فما فوق نسبة امراض القلب والجلطات وتصلب الشرائيل بتقل بنسبة ستة وتسعين في المية انتو مدركين لا اخدنا ادوية ولا روحنا الجيم ولا اعملنا اي حاجة اعملنا بوش اب اربعين ضغطة وان شاء الله من لما ارجع البيت التحدي ده على قناة دكتور كريم علي انا بجيب خمسين فما فوق فهعمل لكم الخمسين ونطلق اتمرنوا 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 بغششكم التحدي القادر اعملوا البوش اب اخلى رجالة وستهات اعملوا اربعين فما فوق وهنزل لكم كل الفيديوهات لما اطلق التحدي لما ارجع البيت بإذن الله فدلوقتي احنا جوه القوضة عملنا سوليس بوش اب خسرنا سكر ودهون الدم عملنا بوش اب بالسدر قللنا نسبة امراض القلب بستة وتسعين في المية مش قادر او مش قادر تعمل بوشب ابتدي البوشب الخفيف على الحيطة بقيت لفل اعلى انزل اعمل بوشب قبل عادي بقيت لفل الوحش ارفع رجلك على كنبة ولا على ترابيزة واعمل بوشب اكتر ليه البوشب ده مهم قوي وفعلا بيقلل امراض القلب ليه لان حفاظك على عضلاتك بيحسن الميتابوليزم والايد والاكسوجين حفاظك على عضلاتك بيحسن ضغط القلب للدم حفاظك على عضلاتك بيزود بيوت الطاقة الميتوكندريا حفاظك على عضلاتك بيحافظ على عظمك حفاظك على عضلاتك بيحافظ على الجروس هورمون حفاظك على عضلاتك بيحافظ على التستسترون بتاعك او الاستروجين بنسبة معينة في السيدات حفاظك على عضلاتك ولو ده يحرق دهون فالدهون تقل فالاستروجين الزايد يروح من جسمك كل ده بالبوشب جوه قطك ما لكوش حجة النهاردة اعمل واحدة كمان اربع خمس شهور توصل للاربعين والله سهلة ممكن تجيبها في ثلاث اسابيع لو حطتها في دماغك فدل النهاردة تمرنين وانت قاعد اعمل سوليس بوشاب وجنب الكنبة او بعد كل صلاة اعمل لك عشرة بوشاب يبعد عنك امراض القلب بشكل كبير حلقة سهلة ملهاش حل ان انت ما تعملهاش ملكش حجة حتى وانت قاعد على الكرسي يا رب ان الحلقة دي تنفع ناس كتير ويشيروا هذه الحلقة وحان الان وقت السؤال السوليس من اغرب العضلات في الجسم للسبب الاتي لانها عضلة صغيرة اثنين لانها عضلة في القدم تلاتة لانها لا تخزن الجلايكوجين اربعة كل ما سبق شيروا تلك الحلقة لاهميتها وفي الاخر وما توفيقي الا بالله علي توكلت ولا يونيب سلام عليكم باي شكرا شكرا اشتركوا في القناة